في هذا الفضاء الطبيعي الواسع وسط كتل من الصخور القاسية وضع فنانو النحت المشاركون في المخيم التاسع للنحاتين أيديهم على مكنونات المكان فثراء الجيولوجيا بألوانها فرصة لخيالات المبدعين كل يوم نتعلم من أشياء جديدة وأنا دور مناخات كثيرة وجدت نفسي في عمان في وادي الجزي أني أتعلم من هذا الفضاء المفتوح خاصة ما رفنا أن عمان ما إن شاء الله فيها خامات نادرة قد تكون ما بين التنبوزنات التي حضرتها لذلك شفت ألوان كثيرة وعجبني أكثر شيء اللون الأحمر الموجود في بعض الأحجر لذلك تعلمت الكثير وتعلمت الاحتكاك مع الفنانين وغيوف المخيم قطع من الحجر والأخشاب والحديد تتسلل بين أصابع النحاتين كالصلصال وخيال يحول الكتلة الصامتة إلى أشكال تقرأ وتحلل وتترك الأسئلة مفتوحة رغم أن الخام صلبة وصعبة جدا ورخام ولكن أنا أصدت أن الفنان كأنه مسك هذه الدائرة ولواها أو سيطر عليها وحرك جزء يمين وجزء يسار من خلال فتحة دائرية في منتصف الدائرة واخترت الدائرة أنها رمزي للجمال المطلق هي الدائرة شكل الجمال لا يقبل إضافة شيء وجوده بس يرمز للجمال المكتمل أو المكتمل يعني المنحوتات الرائعة لإبداعات هؤلاء الفنانين أصبحت في شكلها النهائي شيئا آخر وتجوال بين هذه الأعمال ينقل تفاصيل العمل من الكتلة في طبيعتها إلى تكوينها الأخير المخيم يضيف للنحات كمشاركة من خلال احتكاك مع الفنانين مع النحاتين تبادل الأفكار تبادل الآراء أيضا إنقاذ عمل قديد فرصة أن أقدم عمل قديد وأظهره للمتابعين للجمهور يختتم النحاتون لقاء الإبداع لكنهم ينطلقون إلى كتلة أخرى من هذا الكون يصنعون منها ألقا آخر تؤكد النسخة التاسعة لمخيم النحاتين بولاية صحار أهمية النحة للارتقاء بذائقة الفنية وحرص الفنانين العمانيين لتكون مدينة صحار واحدة من الوجهات الدولية لاستقطاب المهتمين بهذا الفن عبد العزيز بن حمد العجمي وولاية صحار محافظة شمال الباطنة ترجمة نانسي قنقر